دي المصر اهو وعندان الاردن 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 عندي اهي الحدود مصرية الاردنية مفيش مشكلة عندي خالص اهو الاردن اهي دي الاردن الاردن اهي الاردن واد العراق الحدود الاردنية العراقية اهي في الحتة دي دي العراق اللي بالاحمر قدام حضراتكم اهو ودي الاردن في النص ادي مصر مصر اهي عشان مصر تطلع لبغداد فالطريقة مفتوح من القاهرة اهو اهو ادي الاردن والاردن ادي بغداد اهو خط اهو اهو شايفين ده التكتل اهو يا جماعة ده التكتل المزمع اللي الناس بتكلم عليه الخبراء اهو 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 مصر اهو هو ده التكتل تخيل التكتل السكاني دول 150 مليون نسب وهنا فيه عندي بترول وهنا عندي غاز وعندي اعمار وعندي مشروعات للعراق اللي تهدد عايزة تتبني من تاني فبالتالي عندي فيه موارد بشرية مصرية تروح العراق تبني عندي غاز وعندي بترول عراقي بتجيلي خط الغاز يا بردن خط البترول اهدلي خط الغاز عشان يشوف الدينف ايوه الله ينور اه ادي العراق اهي برضو ادي الخط ادي العراق اهي اهي وهدي الاردن الحدود الاردنية العراقية خط الغاز اهو ماشي اهو ده البصرة الخط الأحمر ده هو قد الانتاج كله بيطلع بيروح على البصرة في مشاكل في المنطقة بتاعت ماضيك هورمز وإيران بكل شيء يتهدد وإيه لآخره فالخط بيمشي ليه الأردن أهو لخليج العقبة أهو ده خليج العقبة طيب ما هو اللي وصل لخليج العقبة يعدي على مصره من ضمن الخطط المزمع الجاري الحديث عنها أن يمتد خط النفط العراقي الذي يصل إلى العقبة يمتد إلى القاهرة يمتد إلى مصر بالتالي التكامل أهو لأن فيه مشروع تكامل كهربائي ربط كهربائي واتحاد كهربائي لإتقال كهربائي بين مصر والأردن والعراق مصر بتنتج بالكهرباء وعندها فائد في إنتاج الكهربائي الأردن عندها مشكلة فعلا بنصدر الكهرباء لأردن وعملين ربط نربط مع العراقي بقادي ربط الطاقة توحيد الطاقة طب هما عندهم بترول أنا عندي محتاج ما استورد بترول هيجي البترول من الخط أهو بدل من العمل استورد يجي لي هنا العقبة ومن العقبة على مصر على الشبكة القومية ويتم تكريره أو إلى آخره بالتالي الرابط بين مصر والأردن والعراق كتكتل اقتصادي وثجاري ومشروع طاقة موحد ومد خط البترول أنا في تقديري أنه مشروع لا يقل أهمية بل ربما يفوق مشروع التكتل المصري القبروسي اليوناني أنا بس عايز أفكك لمشاهدي الكرام مشاهدي الكرام أنه الدولة المصرية بس مش بتشتغل كل ما تخش في مشروع تتخيل الدولة ما عنداش غيره الدولة شغالة في كل الاتجاهات في وقت واحد وبشكل متوازن شغالين خلصنا تكتلنا التكتل بقى قوي جدا على مستوى شرق المتوسط أو حوض البحر الأبد المتوسط مع اليونان وأبروس وعلاقتنا مع دول جنوب المتوسط اللي هي إيطاليا وفرنسا واليونان وغيره لكن فيه تكتل واضح اقتصادي والطاقة نتج عنه إن مصر تصبح مركز إقليمي للطاقة ويصبح مشروع شرق المتوسط النواهي الأساسية ليه موجودة في القاهرة وينجح هذا التكتل فيه ترسيم حدود واكتشاف غاز هذا التكتل الجديد زي ما بيدعمه الرئيس الوزراء العراقي الكاظمي وبيقول إنه ده مشروع الشام الجديد ده مشروع جديد وهذا المشروع هيه وهعرضه في هذه القمة بيقول في القمة اللي تجمع بين الرئيس السيسي وبين الملك عبد الله وبين الكاظمي رئيس وزراء العراق احنا بقولها عرض على فخامة الرئيس وجلالة الملك هذا المشروع مشروع اسمه الشام الجديد اهو اللي هو بيطلع كل العراق مع الأردن مع مصر أنا والله في هذا في هذه اللحظة وانا بسمع كلام رئيس الرئيس العراقي الكاظمي وبأدعو بالتوفيق لهذا التكتل لأنه ينجح هيعود علينا جميعا بالخير افتكرت سوريا كلمة الشام افتكرت سوريا كان من المفترض كان من المفترض إنه يكون التكتل فيه سوريا وان شاء الله ما لا يدرك كله لا يدرك كله بقول إنه الدول العربية والعواصل العربية وقعت بفعل فاعل وبقول تاني إنه فيه كمان نائب فاعل بقول إنه كل ما جرى يمكن استدراكه بفكر حقيقي نابع من أرض الواقع بعيدا عن دغدغة مشاعر الجماهير الرئيس عبدالفتاح السيسي قال نعيش الواقع الواقع مر بنعيش المر الواقع مؤلم بنعيش الألم لكن أقوي نفسي والقوي والعافي ما حدش هاكل لقمته كلام الرئيس بيقوله كلام بيفهمه المصريين الكلام بيفهمه المصريين عشان صوتي يبقى عالي وكلامي يبقى مسموع لازم أبقى قوي عشان أبقى قوي لازم أشتغل كل ما يجي لك مشكلة كان بقولك اشتغل زيادة كل ما تتعرض لظلم اشتغل زيادة تبقى قوي تقدر تقاوم الظلم احنا بقى وضعنا وضعنا دلوقتي زي وضعنا من 6-7 سنين مستحقين وضعنا دلوقتي احنا بنقف بنقول فبيسمع الناس احنا في المعادلات لنا قول القول المؤثر مش بقولك أي كلام انا بقول واقع هذا التغيير الايجابي في دور مصر الاقليمي والدولي نتيجة ان مصر اصبحت الناس بتبصيلها باحترام العالم بره بينظر الى هذه الدولة والى هذا الرجل باحترام جن وشديد وانه فيه ادارة سياسية نبيلة بتدير هذا البلد جعلت مصر خلال 6 سنوات في وضع مختلف وضع غير على الاطلاق بالتالي وجود تكتلات اقتصادية تكتلات اقتصادية وتجارية هي السبيل الوحيد للنهوض انا عندي موارد بشرية والرئيس عارف والدولة عارفة انه خلال الفترة الماضية كان فيه كورونا وفيه خلافات واختلافات ودول وسياسات وغيره خلت المصرين ارجعوا منبرا المصرين اللي شغالين في الخارج قوة لا يستنبها وخبرة وعلى فكرة ده مش نقطة ضعف ده نقطة قوة المصريين في الخارج نقطة قوة للدولة المصرية قوة نعمة لها في الخارج وقوة بدو شارك بصدر مجهود بصدر خبرات بصدر موارد بشرية هو اللي بيصدر بترول من العراق ولا بترول من الكويت الكويت هي تحت الكويت ولا العراق ولا ايران ولا قطر بيصدروا المنتجات اللي ربنا حاباهم بيها احنا ربنا حابا هناك قوة بشرية بنصدرها مش عيب تصدير القوة البشرية محتاجة خش في تعاون التعاون الوثيق اهو العراق دمرت العراق الحروب اهو العراق دمرتها الحروب عايزين اعادة اعمار لعراق من جديد من يعمر العراق المصريين اللي كانوا شغالين في العراق اللي كانوا شغالين وعندي قوة بشرية وعندي شركات مصرية في المقاولات وفي الانتر شايفين المساكن والاسكان الموجود والمشروعات الضخمة والطرق اللي اتعاملت الحاجات دي مين اللي عملها الشركات المصرية هذه الشركات المصرية اللي عملت 8000 كيلو طرق في 6 سنين هذه الشركات المصرية اللي بنت كل هذه الملايين من الوعداد السكنية في 6 سنين هذه الشركات المصرية اللي حفرت قناة موازية لقناة سويس هذه الشركات المصرية اللي عملت الانفاء تستطيع هذه الشركات ان هي تنقل خبراتها وتجاربها في دولة زي العراق تستطيع نقل خبراتها وتجاربها في دولة جارة زي ليبيا تستطيع نقل خبراتها وتجاربها في دولة زي لبنان تستطيع اهو لبنان عندي اهيه اهي لبنان لبنان دمرتها الحروب تستطيع مصر بقوتها البشرية أن تبني لبنان تستطيع مصر بقوتها البشرية أن تبني الأردن أن تبني العراق أن تبني ليبيا إذن متخذي قرار القيانة السياسية عندما تفكر بتفكر بشكل جمعي بتفكر الكتاب كله مش صفحة صفحة التكتل الجديد أنا في غاية السعادة على مستوى وطن ومستوى شخصي لأني أقرأ ما بين سطور هذه التصريحات أن هناك تكتل جديد والعالم لا يعرف الآن إلا التكتلات إلا القوة لما يكون بغداد والقاهرة وعمان وبالتأكيد هناك دول جديدة وعاصف جديدة سوف تنضم إلى هذا التكتل تكتل له طبيعة خاصة تكتل يمكن أن يؤثر تكتل سوف يفيد الاقتصادات الثلاثة إن شاء الله أنا متفائل بهذا التكتل وزي ما نجح التكتل في الشمال في الشمال اللي هو مع أبرس ولينان تكتل الشرق يبقى عندي تكتل اين؟ تكتل الشمال الذي نجح وأفضى إلى ترسيم حدود بحرية أدت إلى اكتشافات مترولية عظيمة وغاز عظيم هناك تكتل الشرق يبقى تكتل الشمال وتكتل الشرق مع الأردن ومع العراق سيؤدي إلى ربط كهربائي ربط وتكامل تجاري وتكامل اقتصاد